استقبال البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية للأقباط الأرثوذوكس الهيئة العامة للأخويات البريمية في الأردن ممثلة بالمرشد الروحي الأب إبراهيم نفع وخلال اللقاء قدم قداسة البابا شرحاً وافياً عن مسيرة العائلة المقدسة في مصر التاريخ والحضارة في حين قدم الأب نفع لمحة عن عمل الهيئة ودورها في خدمة الرعاية وفي نهاية اللقاء أعطى قداسة البابا البركة للحضرين وهداية تذكارية وخلال الزيارة التقى الوفد الأردني بالأب فرانسيس مراد راعي كتدرائية مريم سيدة الرسل والأب عمانوئيل صبحي المرشد الروحي للأخويات المريميات في مصر وتخللت اللقاءات تقديم نبذة تاريخية متبادلة بين الأخويات بالإضافة إلى تحديد بعض التواريخ لتبادل الزيارات بين البلدين للاحتفال بالمناسبات المريمية المشتركة